موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخبركم ايه رب تكونوا بصحة وخير وسعادة مي ناين تي اخيرا بعد ما كل الكومنتات كانت يا اخي اعمل المي ناين تي اعمل الكيت وينتي برو يقول لك اعمل المي ناين تي اعمل جهاز تاني اقول لا اعمل المي ناين تي خليك في اللي نازل مصر اعمل المي ناين تي يا جماعة والله ده عشان جهاز نازل مصري بيبقى بالتنصيق مع الشركات وها هو النهاردة حفل اطلاق مي ناين تي في مصر جهاز معايا بقالوا فترة كبيرة جدا مش حقدر احددها لانها تتخطى الشهر تقريبا بس تعمل الجهاز وبجرب الجهاز وانكن شفتوا مجموعة صور كتير قوي بالجهاز عندي على الصفحة بتاعت الفيسبوك وسيبلكوا لينك الصور دي في صندوق الوصف واللينك بتاعها برضو هيطلع في الاي اللي هتظهر لحضرتك فوق سريعا كده سلسلة مي ناين تي او كي توينتي زي ما هتسميها اطلقت الصين سلسلة اسمها كي توينتي و كي توينتي برو سلسلة الكي اللي هي الكيلر او القاتل واطلقتها بجهازين الجهاز العادي اللي هو الكي توينتي وجهاز الكي توينتي برو واللي طلع للسوق العالمي باسم مي ناين تي و مي ناين تي برو مي ناين تي برو لسه ما فيش اي اخبار ولا اطلاق عنه و اللي معنا النهاردة مي ناين تي الجهاز ده دار عليه لغت كتير جدا ولكن انا شايف ان الجهاز ده هو تصحيح المسار لشاومي ليه؟ لان شاومي دايما كان بيجي منها شكاوى كلاتي صريحة لا ينكرها احد خمات شاومي رضيقة كاميرات شاومي رضيقة شبكات شاومي رضيقة الثلاث حاجات دول كان بيتم تداولهم جامد جدا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات كتير قوي كان فيه شكاوى منها جامدة جدا النهاردة وفيه الجهاز ده شاومي علجت الثلاث عيوب دول وخليني اقولك ان وعن تجربة شخصية وعلى مسئوليتي مشكلة اي مشاكل شبكة عند شاومي اتحلت جوه الجهاز ده مش هتواجه فيه اي مشاكل شبكة اولا لان معالج لسناب دراجون 730 اللي موجود في الجهاز معالج قوي جدا وسانيا اعتقد ان هم عالجوا مشكلة الانترنات والباند اللي بتبقى موجودة جوه الجهاز فالجهاز شبكاته تصل الى مرحلة القوة اقل منها من مرحلة ان احنا نقول عادية ده بالنسبة للشبكات العيب التاني اللي ناس كتير اتكلمت عليه كان في المجمل الناس كلها بتتكلم عن كاميرات شاومي سيئة خليني انا اخلي الكاميرات لاخر الفيديو عشان انا مصور لكم مجموعة صور كبيرة جدا في اضاءات مختلفة وفي ظروف اضاءة مختلفة واشكال مختلفة من الصور تقدر توضح لكم كويس جدا وتخليكم تحكموا على الكاميرا وبرضو زي ما قلتلكم سيبلكوا لينك للصور في صندوق الوصف هنيجي للحاجة التالتة اللي الناس بتتكلم عليها وهي الخامات ولكن النهاردة شاومي في فئة الخمس تلاف وخمسمائة جنيه بتدينا جهاز زجاجي بفريم من الالمونيوم او المعدن وكاميرا متحركة بوب اوب وشحن سريع فدتنا امكانيات في فئة متوسطة هتخلي الجهاز ده الاقوى في فئة ما فوق الخمس تلاف جنيه وحتى السبع تلاف جنيه تقريبا او ستتلاف وسبعمائة جنيه بدون منافس في الوقت الحالي ويمكن اللي مش هيجبه كلامي دي وقائع تقدروا تتأكدوا منها وتقدروا تتنقشوا فيها خلونا نتكلم عن الجهاز عموما بقى ايه لسبيكسل سريعة اللي عاوز اقولها لكم عن الجهاز وبعدين نتكلم عن الكاميرا اللي هي اساس المراجعة بتاعة الجهاز الاحمر والازرق هو عبارة عن توهج ناري بيبدأ غامق من المنتصف وبيخرج للاطراف بدرجة افتح شوية في الاحمر هتحس ان اللون هيكون معاك مدي على بينك شوية في الاطراف اما في الازرق هتحس ان اللون اسود في النص وبيخرج للاطراف لبني اما في النهاية في اللون الاسود فهو لون اسود فيبر كربون وانا عن نفسي بشوف ان اللون الاسود يميل للوقار والشياكة اكتر اما اللون الاحمر فهو حريمي واللون الازرق فهو للشباب او لسن الشباب هيبقى كويس جدا اما لو تكلمنا عن الشاشة وهنا الشاشة نقطة قوة من نقطة القوة اللي بتتحط في جهاز فئة متوسطة وهي الشاشة الاملد اللي جاية بستة فاصلة تسعة وتلاتين يعني ستة واربعة حجم الشاشة ده هو نفس حجم شاشة المي ميكس سري خلينا نقول ان نسبة استحواز الشاشة محترمة جدا حوالي سبعة وتمانين او تمانية وتمانين في المية نسبة استحواز عظيمة جدا بالنسبة الجهاز في فئة متوسطة كسافة البيكسلات هنا ربعمية وتلاتة بيكسل في البوصة الوحدة مع الشاشة الاملد هتلاقي بصراحة تشبع الوان ودرجة الوان محترمة جدا في شاشة الجهاز الشاشات الاملد مش محتاجة كلام كتير شاشات محترمة وشاشات واضحة وفيها تشبع الوان واللون الابيض ابيض واللون الاسود اسود ففيها تشبع ووضوح في الالوان جامد وكويس جدا هنكمل برضو نقطة صغيرة في التصميم ان الجهاز بيجي وزنه حوالي 191 جرام والجهاز الحقيقة تقيل شويتين ولكن لما اتنقشت مع حد في الشركة على الموضوع ده قال لي ان المطور اللي موجود في الجهاز هنا وزنه 20 جرام لوحده وزن المطور 20 جرام ويمكن ده من الحاجات الامتقيلة الجهاز لان المطور هنا لازم يكون مطور قوي وعافي يقدر يستحمل فترة طويلة من الاستعمال خصوصا ان الناس اللي تشتري شاومي بتحاول تعتمد ان هي يعني بتكون عايزة اجهزة فيها هارية كتير فبيقولوا هنا ان المطور متقل الوزن بتاع الجهاز بالاضافة ان في بعض القطع البلاستيكية المقوية من جوة متقلة بعض الجرامات فده كان السبب الرئيسي فيه تقل الجهاز واعتقد ان شاومي يعني ده من وجهة نظري لسه ما توصلتش لتقنية انها تعمل جهاز ببطارية 4000 ميلي امبير وتعمله بوزن خفيف فده برضو سبب تاني من اسباب وزن الجهاز ولكن الجهاز مش هيدايقة كنت بتستعمله ولا مش هتحس ان الجهاز تقيل على ايدك بالعكس فيه فلاكشبات دلوقتي اوزنها اتقل من كده بكتير فالجهاز مش هيدايقة كحجم وانت بتستعمله ولو تكلمنا سريعا عن كفاءة الشاشة فالشاشة زي ما قلنا لا غبار عليها وهي فول اش دي بلس وكالشاشة هنا من نقطة القوة في الجهاز الجهاز بيجي باندرويد باي ووجهة شاومي امي اي 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 تن وكمان بيجي بمعالج سوماني النواية المعالج الاحدث من شركة كولكوم سناب دراجون 730 المبني على معمارية 8 نانو متر والمعالج ده هنا سوماني الانوية اتنين منهم بتردد 2.2 وتمن انوية بتردد 1.8 ومعالج رسوميات ادرينو 618 سريعا هنعدي على تجربة بقى الالعاب تجربة الالعاب هنا عبقارية جهاز اشغل معاك فورتنايت باب جي كولوف ديوتي كل الالعاب اللي نفسك فيها هتشتغل على الجهاز ده وهتشتغل سريعة ومش هتسقط في رمات وهتشتغل معاك زي الفل متسقلش على الالعاب هنا هتاخد بيها تجربة كويسة وتجربة محترمة انت هتكون مبسوط بيها هنيجي على الزاكرة ودي بالنسبة لي احد العيوب اللي موجودة في الجهاز ان النسخة الـ 64 الحقيقة مش هتقدر تدفلها كارت زاكرة فلازم تكون متأكد جدا النسخة اللي انت عاوزها هي النسخة الـ 128 ولا الـ 64 فيه ناس كافية بالنسبة لهم جدا الـ 64 وهينزل الجهاز زي ما قولنا بنسختين 64 و 128 والنسختين هيتوفاروا في مصر فلازم تكون يعني وانت بتختار الجهاز عارف كويسة قوي انت عاوز مساحة قد ايه او هتضطر تعتمد على اوتي جي خارجي تقدر توصلها للجهاز عشان تاخد الداتا بتاعتك الجهاز ولله الحمد محافظ على مدخل الثلاثة ونص ودي حاجة محترمة جدا وشيء كويس جدا والجهاز بيدعم جميع المستشعرات ما عندكش فيه اي مشكلة ولكن طبعا للأسف ليه عشاق شامي اللي بيحبوا الـ IR بلاستر او الإنفراريد مش موجودة ولكن انا ما بتفرقش معايا بتفرق مع ناس تانية دي حاجة ترجع لك هي مش موجودة ولكن بقية المستشعرات جيرسكوب ماجناتك فيلد بروكسيميتي كل المستشعرات الجي بي اس على الجهاز كويس جدا هيديك تحديد مواقع اكيريت كويس قوي لو انت شغلك بيعتمد على الجي بي اس ما عندكش مشكلة خالص الجهاز هيشتغل معاك زي الفل وسائل الحماية سريعا في الجهاز فيه وسيلتين الحماية المعهودين بصمة وفيس ان لوك الفيس ان لوك هنا مع المطور وتحرك الكاميرا وبتقدر تتحكم في صوت المطور من الستنج ان المطور يعمل معاك اصوات مختلفة في الصعود والنزول وحركة الالعاب اللي هي في صوت المطور والانوار دي شيء يعني هيبقى لطيف بالنسبة للشباب وكويس وهتحس ان هو عامل روح في التليفون اما الحاجة التانية فالجهاز بيستخدم الترند اللي موجود في معظم اجهزة الفلاك شاب حاليا وهو بصمة الشاشة ولكن المميز والمختلف هنا ان بصمة الشاشة في الجهاز ده رغم انه جهاز فئة متوسطة بصمة شاشة سريعة جدا يعني مجرد ما بتحط صبعك على بصمة الشاشة فاقل من ثانية وكسر من الثانية بيكون الجهاز تعرف على صوبعك وفتح رغم حتى مع وجود سكريم بروتكتور وحتى مع ان ايدك تكون مبلولة شوية برضو الجهاز بيستجيب بصراحة ما علقتش معايا فترة الاستخدام دي كلها في كل الظروف ما علقتش معايا فترة حاجة كبيرة ونتكلم هنا عن البطارية بطارية الجهاز هنا 4000 ميلي امبير جهاز بيدعم الشحن السريع 18 واط وبطارية الجهاز بتشحم معاك في حوالي ساعة ودلت وبتعود معاك سكرين اون تايم حوالي 7 ساعات ل7 ساعات ونص ممكن 8 ساعات على اقصى تأدير والجهاز بيديك اداء مميز وممتاز جدا في البطارية هنرجع بقى الجزئية الكاميرا اللي كنا تكلمنا عنها في الاول هنقول ارقام الكاميرا سريعا ونتكلم سريعا عن الصور بتاعة الجهاز اللي هتشوفوها ملتقطة قدامك دلوقتي الجهاز بيجي بتلت كاميريات الاولى 48 ميجا بيكسل ودي فتحة عدسة 1.8 اما الكاميرا التانية فهي 8 ميجا بيكسل ودي تلي فوتو وفيها 2 اكس اوبتيكال زوم اما الكاميرا التالتة فدي 13 ميجا بيكسل ودي خاصة بالالترا ويد والجهاز كمان فيه دي ولد فلاش فيه فلاش خلفي مزدوج حار وبارد علشان تقدر تصور بيه كل الصور اللي انت عاوزها في الإضاءة المنخفضة او في الإضاءة الليلية وكمان من اضافات الجهاز ان الجهاز ده بيصور 4K وفي الفئة دي الجهاز يصور 4K بكفاية كويسة فده شيء كويس وانا اعرض لكم اموزك صغير من تصوير الفيديو في الجهاز اما لو تكلمنا على الكاميرا الامامية اللي هي الموتوريز بوب اوب كاميرا دي 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 وبصراحة صورها مش زي ما الاخ ماركوس براونلي قال عليها انه هي مش واضحة بس هو تقريبه ما عرفش يعمل حق على الكاميرا كده عشان يقيه ينعنش الش العدسة هي الكاميرا الامامية كويسة وبرده معرض لكم صور بالكاميرا الامامية بتاعة الجهاز ده كده فيديو من ضوء العربية في وقت المغرب تقريبا لانكسار الشمس بس علشان نباين منه ايه وضع الكاميرا او الوان الكاميرا او طريق تصوير الفيديو في الاضاءة اللي هي الما قبل الغروب حاجة تانية برضه عشان يوضح العربية وهي ماشية هيبقى الجهاز عامل ايه ثابت تصوير فيديو الثابت عامل ازاي بتاع الجهاز ده كنتوا هتحكموا من خلال الفيديو يبا سورنا فيديو احنا ماشينا على سرعة بطيئة وده فيديو احنا مش ماشين فيه على سرعة بطيئة قوي تعتبر يعني سرعة متوسطة السلام عليكم تاني ده الفيديو بقى وانا ماشي اهو بالعربية برده بس ديه الكاميرا الامامية بتاعت الجهاز اللي هي البوب اوب كاميرا بتاعت جهاز المي 9T واحنا اهو بنصور بيها وبنشوف الدنيا ايه كده انا ماشي تعريبا يعني انا ما عايش مش بسلوك كتير بس انا ماشي على طريق وطريق مش سهل برده مش مش سهل ساوي زي ما انتوا شايفين وماشي اهو الدنيا والالوان انتوا شايفين درجة الالوان اما في مطب عينب اهو بس كده مع الاهتزاز ده فيه سبات حلو في تصوير الفيديو بالكاميرا الامامية هنبدأ بقى هو ارتبط الكاميرا بالليل بس في اضاءة كويسة هذا مطب عينب امشي بسرعة توسطة هادي كده كمات فيديو المي 9T نقصير فيديو المي 9T مع الاضاءة المقبولة وكويسة جدا والتصوير الفيديو خلينا نشوف الاضاءة الاقلا هيبقى الوضع فيها دي بقى يا شباب الكاميرا المي 9T الامامية هي الاضاءة هنا كويسة ولكن انا هنا بتكلم من جوه العربية فطبعا اضاءة العربية مش يعني نمرة واحد قوي او مش اللي هي هتبقى جامدة قوي يعني انا فكرت ان اقول لكم اول العربية هيبقى كده مثلا كده الاضاءة بتاعة العربية ناحية واحدة بس من اضاءة العربية وكده بدون اضاءة العربية علشان تقدروا دي الكاميرا الامامية في العادي دي الكاميرا الامامية في اللضاءة بتاعة العربية الضائيلة تعتبر لضاءة ضعيفة يلا شوفو في اللي جاي كمان سمعت من شركة شاومي ان الجهاز هينزله تحديث الـ MIUI 11 هيقلب موضوع التصوير ده رأسا على عقب وهيغير الجهاز بشكل جزري هيخلي تصويره تحفة وهيخلي الصور فيه مش منطقية ومش هتصدقها رأيي في النهاية في الجهاز الجهاز بصراحة جهاز ممتاز قيمة مقابل سعر افضل جهاز في فئة السعرية لما تكون عارف ان سعر الجهاز 5666 للنسخة الـ 664 اللي كنت اتمنى انها تبقى أقل 200-300 جنيه ولكن برضو لازال سعرها كويس ولكن احب اقولك ان النسخة دي هتبقى حصري على سوق دوت كوم اما النسخة الـ 128 اللي سعرها 5999 جنيه دي هتكون نزلة في فروع مي هوم من دلوقتي لحظة اطلاق الفيديو ولحظة اطلاق الهاتف تقدر لو انت حاجز جهاز تروح تستلمه وبعد ايام هتكون متوفرة عند التجار وشاومي تعلمت كويس قوي انها توفر اجهزتها والفترة اللي جاية هتلاقي اجهزتها متوفرة وهتحاول تسيطر على اي محاولة من حد حتى لو خارجية في انها تخلي الاجهزة شحة وتتبيع بسعر اعلى بشكركم يا رب ما كنتش طولت عليكم وحتى لو كنت طولت عليكم لان انت في ناس كتير قوي منكم سألتني على الجهاز ده كتير وناس كتير قوي منكم متشوقة للجهاز وناس كتير منكم استنياء وعايزة تعرف رأي كويس وكلمة ترضي ربنا يقدر من خلالها انه ينزل اشتري الجهاز وهو متطمن فعلشان كده طولت لان كانت تجربتي طويلة مع الجهاز علشان اقدر ان انهالك وتقدر تشوف هينسبك شراء الجهاز ولا لا بالمناسبة عشان الاخوة اللي بيزعلوا سعر الجهاز بالدولار هيوازي تقريبا بتتكلم فيه للنسخة اللي 64 ستة رام هيكون حوالي 240 دولار اما النسخة الستة رام حوالي 270 دولار امريكي وشك في فيديوهات جاية ان شاء الله وكان معاكم محمد النواوي